السلام عليكم متابعي دراما سبورت الكهربا مقطوعة يا شباب بس تابعنا مباراة الوسبة والكويت الكويتي عن طريق التليفون لا تسألني الكهربا باوكرانيا بتنقطع مثل سوريا ايه والله يا غالي بتنقطع حسب الجو اليوم الاجواء ضبابية والرياح عاتية باوكرانيا حاسس حالي عم ساوي نشرة جوية بنرجع لمباراة الوسبة والكويت الكويتي واللي انتهت بالتعادل السلبي لهلا الوسبة مقضية تعادلات وما سجل اي هدف بكأس الاتحاد الاسيوي وكمان ما تلقى اي هدف فريق الوسبة خفيف نظيف بهالبطولة طبعا بس كاداء وموهبة وحماس فهو تقيل ومقبول وممتاز بالنسبة لمباراة الوسبة والكويت الكويتي الشوت الاول كان جيد وفينا نحكي ممتاز تكتيكيا وبدنيا للوسبة شفنا فيه فريق بيضغط لنص ملعب الكويت الكويتي وهالشي لمحته حتى من طلب المدرب هيسم شطل بالتقدم والضغط طبعا تشكيلة نادي الوسبة مكونة بحراسة المرمى وويليام غنام قلبي الدفاع هادي المصري ابراهيم العبدالله ظاهير اليمين برهان صهيوني ظاهير اليسار جاب الخطاب بخط الوسط شفنا ماهر دعبول عبدالله الحفيان بخط الوسط بالمقدمة كجناح وائل الرفاعي عبد الرزاق البستاني واكيد شفنا بخط الهجوم الصبحي شوفان وسعيد بره فريق الوسبة كان بيتناقل الكرة بين الخطوط بشكل مميز لكن للأسف اللمسة الأخيرة كانت مو موجودة بالمرة وطبعا ما لازم ننسى الكويت الكويتي فريقه عنده عناصر ونجوم في علاء عباس مهاجم المنتخب العراقي وفي سيسيكو لعب فرنسي وجمعة سعيد من ساحل العاج عدا انه نص لعيبة الكويت الكويتي من نجوم المنتخب الكويتي بطبيعة الحال يا شباب الشوت الأول شفت كرأي شخصي يعني أفضلية للوسبة مع فرصة خطيرة لعلا عباس من خطأ فردي لمدافعي الوسبة الشوت الثاني تراجع الوسبة بدنيا بالمقابل شكل الكويت الكويتي خطورة عن طريق اللاعب البديل فهد العنزي اللي عجبني بالمباراة سيقة لعيبة الوسبة والهدوء رغم انه أغلب العناصر ما عنده الخبرة الآسيوية اللهم هادي المصري برهان صهيوني وائل الرفاعي عندهن هاي الخبرة بس كإدارة مباراة وكفريق متزن فلازم نحيي المدرب هيسم شطل كونه مدرب جريء وما بيخليك تمل وانت عم تتابع المباراة الإشادة يا شباب بفريق الوسبة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ما لازم تمنعنا لنشدد على أهمية التعاقد مع لاعب محترف أو محلي بخط الهجوم كلاعب رقم 9 الوسبة بيحتاج بطبيعة الحال للاعب بينهي الهجمة لاعب محطة بالهجوم لاعب صندوق بظن الاعتماد الدائم على تقدم لعيبة الوسط أو الأجنحة والدخول للعمق للتسجيل ما حيجيب نتيجة بكل المباريات ممكن تتعاقد إدارة نادي الوسبة مع شي لاعب محترف في حال تأهل الوسبة من دور المجموعات وتأهلوا للدور الثاني للدور ربع النهائي أما إذا خرجوا الوسبة من دور المجموعات فما في داعي للمحترف أو التعاقد مع لاعب الصندوق إلا إذا صاروا وتأهل الوسبة مرة تانية بالموسم الجاي لكأس الاتحاد الآسيوي وقته من دور المجموعات لازم تتعاقد وتجهز فريق منافس للأسف يا شباب خلصوا الميجابايت وما أدرت تتابع الشرط الثاني من مباراة الجيش وهلال القدس وكمان للأسف أغلب المباريات بكأس الاتحاد الآسيوي بتكون بنفس التوقيت ما بتلحق تعطي صورة كاملة وصورة شاملة للمباراة بشفت نتيجة الشرط الأول وكان لصالح الجيش بنتيجة واحد صفر سجلها النجم المتألق محمد الواكد إن شاء الله تكمل يا رب مع الجيش ويحقق الفوز ويرجع للبطولة بقوة يا رب استكمل عموما بالنسبة للمجموعة لمجموعة نادي الواسبة طبعا فبشكل مؤقت الواسبة بمركز الثاني بعد التعادل الثاني على التوالي وبرصيده نقطتين بطبيعة الحال نحن بانتظار مباراة الفيصلي والأنصار المتواجدين بنفس المجموعة للأمانة يا شباب ما بعرف أول هارد لك أو ما بعرف أول مبروك للواسبة على التعادل الثاني على التوالي نحن بانتظار فوز على نادي الأنصار لنعرف حجم نادي الواسبة بكأس الاتحاد الثانيوي يا ترى هل هو جاي للمنافسة أم كأول مشاركة آسيوية فقط بده يؤدي مستوى جيد يليق بالكرة السورية وبعد الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده ممكن يشارك مرة تانية ويحقق إنجاز آسيوي بشكل مختصر حبيت أحكي بهذا الفيديو عن مباراة الواسبة والكويت الكويتي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر